كلمتنا وتوحي شؤوننا وحفظ جامعتنا فليسنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة فيجب علينا التفق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك بين أريج الماضي وعبره وعظاته وشذ الحاضر وإنجازاته ونجاحاته وبين عبير المستقبل وآماله وطموحاته تأتي الذكرى الرابعة والثمانون لليوم الوطني مذكرة ببطولة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود وتوحيده للبلاد وإرسائه لدعائم الدولة العصرية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية الأمر الذي جسد به المليك المؤسس رمزا دالا معبرا عن الإرادة السعودية الصلبة التي لا تلين والأصالة العريقة الراسخة على امتداد الزمان وفي وقت كانت فيه شبه الجزيرة تعج بالفوضى والتناحر كانت شبه الجزيرة العربية ذات موقع استراتيجي بين القارات الثلاث الكبرى وموطنا للعديد من الحضارات ومهدا للرسالات السماوية جاءت المملكة العربية السعودية لتكون ذات نهج ديني معتدل يتفق والأعراف البشرية حينما وضع لها المؤسس سياسة سعودية ثابتة منذ عقود تقارب القرن حرص الملك عبد العزيز رحمه الله منذ تأسيسها في اليوم الأول على مد جسور التعاون والتقارب وتعزيز الروابط مع الأشقاء العرب وتوحيد صفهم وجمع كلمتهم ولم شملهم وحل خلافاتهم ودأب بعده أبناؤه الملوك على ذات السياسة لم تقبل المملكة بالتلون أو تلوث يديها بصفقات سياسية مشبوهة ضد أشقائها وظلت رغم السنوات الأربعة والثمانين تسير في نهج واضح وصريح لخدمة الأمتين الإسلامية والعربية بل وتجاوزت ذلك في مواقف عدة إلى ربط مستقبلها بمستقبل أشقائها وضعت ثقلها السياسي وخصصت ميزانيات ضخمة لدعم الأشقاء العربي والمسلمين نابذة الإرهاب والتفرق والعبث بالدول الشقيقة وظلت تحارب كل ما يمزق روابط الأخوة والدم تحت أي ذريعة ومبرر وانطلاقا من مكانتها إسلاميا سعت لمحاربة التطرف بأشكاله من خلال دعم المنظمات الدولية وما دعم المملكة لصندوق مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بمائة مليون دولار كأول داعم للصندوق إلا إثباتا لرفض المملكة للتطرف والإرهاب وتبرئة للدين الإسلامي عن جماعات المتطرفة ورغم الشفافية السعودية والوضوح واجهت المملكة تحديات سياسية معقدة على مدى تاريخها الطويل لكنها ظلت صامدة في مواقفها الثابتة تجاه القضايا الراسخة التي لا تقبل المزايدة أو المقايضة وهي تمثل نبض العرب والمسلمين ومزالت المملكة واضحة وهي تسمي الأشياء بأسمائها سواء عبر قيادتها أو عبر ممثليها وفق سياسة أثبتت نجاحها عبر عقود عدة وفي عصر أثبت أنها بفضل الله ثم قياداتها وشعبها تكسب في كل حرب كانت باردة أم مباشرة وأعداؤها احترقوا وما زالوا ترجمة نانسي قنقر